السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعلم أهم استعمالات الفعل تيك في لغاتي الإنجليزية حسنا لنبدأ لدينا تيك تاكسي تيك تاكسي سوف أخذ سيارة أجرى هذا المساء سوف أخذ سيارة أجرى هذا المساء إن هنا تيك جاءت بمعنى أخذ يأخذ تيك السيت من فضلك اجلس أخذ سيارة أجرى هذا المساء إن نقول تيك سيت أو نقول تيك سيارة أجرى هذا المساء سوف أخذ سيارة أجرى هذا المساء ترجمة تيك أشعر بيستحم أنا أستحم كل يوم I take a shower every day I take a bath once a week bath هو حمام أنا أخذ حمام مرة في الأسبوع I take a bath once a week ويمكن كذلك ترجمتها أستحم أنا أستحم مرة في الأسبوع Take a look هنا جاءت بمعنى ألقى يلقي نظرة مثلا Can I take a look inside the house Can I take a look inside the house هل يمكنني أن ألقي نظرة داخل المنزل Can I take a look inside the house هل يمكنني أن ألقي نظرة داخل المنزل Take time وهنا جاءت بمعنى يستغرق وقتا أو يأخذ وقتا مثلا This project will take time This project will take time هذا المشروع سوف يستغرق وقتا أو سوف يأخذ وقتا This project will take time Take medicine أخذ يأخذ الدواء You should take your medicine You should take your medicine ينبغي عليك أن تأخذ دواءك You should take your medicine You should take your medicine ينبغي عليك أن تأخذ دواءك Take a rest I need to take a rest أحتاج أن أخذ قصة من الراحة I need to take a rest Take a rest هنا جاءت بمعنى أخذ قصة من الراحة I need to take a rest أحتاج أن أخذ قصة من الراحة Take a break You can take a break يمكنك أن تأخذ استراحة You can take a break You can take a break يمكنك أن تأخذ استراحة إذن take a break هنا جاءت بمعنى أخذ استراحة ولا نقول أخذ قصة من الراحة We can take a break We can take a break Take care Take care وهنا جاءت بمعنى يأتني I will take care of you سوف أأتني بك أو بك I will take care of you I will take care of you سوف أأتني بك Take advice أخذ نصيحة You have to take my advice عليك أن تأخذ بنصيحتي You have to take My advice You have to take my advice عليك أن تأخذ بنصيحتي أو أن تأخذ نصيحتي Take a picture أخذ صورة Let's take a picture هيا لنأخذ صورة Let's take a picture هنا نقول Have a picture نقول Take a picture هيا لنأخذ صورة Let's take a picture Take part وهنا جاءت بمعنى يشارك مثلا I will take part in the meeting I will take part in the meeting أنا سوف أشارك في الاجتماع I will take part in the meeting Take a risk Take a risk وهنا جاءت بمعنى يخاطر يجازف I think you're taking a risk أعتقد أنك تجازف I think you're taking a risk إذن من هنا Take a risk جاءت بمعنى جازف يجازف Take a decision You must take a decision عليك أن تتخذ قرار Take a decision لا نقول Have a decision We say You must take a decision عليك أن تتخذ قرار Take a decision You must take a decision عليك أن تتخذ قرار Take a vacation I want to take a vacation Vacation إجازة أريد أن أخذ إجازة I want to take a vacation لا نقول I want to have a vacation غالبا نقول I want to take a vacation I want to take a vacation Take notes ومعنى جاءت بمعنى يدون ملاحظات خلال المحاضرة مثلا مثلا You should take notes in class You should take notes in class ينبغي عليك أن تدون ملاحظات في الفصل أو في القسم You should take notes in class Take off The plane will take off at seven o'clock Take off هنا جاءت بمعنى أقلعت أقلعت الطائرة تقلع المؤتمر القادم سينعقل في الصين المؤتمر القادم سينعقل في الصين إذن هنا Take place جاءت بمعنى ينعقد أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا كثيرا من خلال هذا الدرس وأضرب لكم موعدا آخر في درس قادم إن شاء الله وإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته